الغناء هذا الشيء اللي الآن متداول في كثير من البيوت الغناء ذنبه خب واحد يقول نذنب هذا الذن ونستغفر الله تعالى طبعا أكو في الحديث أن البيت الذي فيه الغناء لا تؤمن فيه الفجيعة يعني الفجيعة تنزل في ذلك البيت شنو شكل الفجيعة بأي شكل ميال أشكال الغناء الغناء مو غناء فقط الغناء مرحلة في معصية الله هذه الخفة التي يوجدها الغناء في النفس نفس الإنسان ثقيلة مثل فجي ثقيل حجر ثقيل هذا الثقل كيف أخذ هذا الثقل أخذ من تربية الوالدة من مجالس الوعظ والإرشاد من قراءة القرآن الكريم من قراءة الأدعي من صيام شهر رمضان الإنسان نفسه صايرت ثقيلة الغناء شنو يسوي الغناء هذا الثقل الموجود في النفس الإنسانية يوخرها يزيلها نفس الإنسان يصير خفيفة مثل ريشة النفس إذا صارت خفيفة يمكن أن تهجم على الذنوب وعلى المعاصي هذا رأيته في كلام بعض العلماء الأجانب يقول الغناء يولد طاقة غريبة في الإنسان تعبيري أنه مو أنه واحد ما يتمكن يسيطر على هذه الطاقة بس يصعب عليه ليش واحد يعرض نفسه طاقة تولد في نفس الإنسان تهجم به على معاصي الله صعب بعد واحد يمسك نفسه مع هذه الحالة هذه أجواء الحرام جداً مؤثر ذنب يقود إلى ذنب أكبر منه وذلك الذنب يقود إلى ذنب آخر أكبر منه هذه الذنوب تجتمع وتجتمع وتجتمع وتؤدي بالإنسان والعياذ بالله إلى العاقبة السيئة